عموما برضو من ضمن الحاجات العزيزة يعني نقف عندها كده وبندردش مع حضراتكم فيها خصوصا في ظل ما كان بيتردد على وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا اليومين 3 اللي فاتوا وبشكل مكثب جدا عن صفقة النادي الاهلي الجديدة برضو هنضطروا نقول لحضراتكم نفس الكلام اللي بنقولوا في كل مرة وهو إن كلنا أكيد عارفين إن جمهور النادي الاهلي واثق كل الثقة في إدارة النادي الاهلي وفي كونها عارفة هي بتعمل إيه في هذا الملف بالتحديد وعارفة احتياجات الجهاز الفني من السكواد المطلوب عشان يدخلوا به في منافسات محلية وقرية كبيرة أكيد كل واحد فينا عنده رأي غير التاني وكل حد ليه وجهة نظر مختلفة لكن القرار بيكون في إيد الإدارة الفنية وإدارة النادي طبعا بالتنسيق مع مستر مارسل كولر اللي الحقيقة عنده سكواد مبدئيا كده نقدر نقول عليه هو قوي جدا يقدر يدخل به منافسات الموسم القادم بشكل قوي وخلونا نستنى ونتابع وندعم بشكل إيجابي أكتر فريق الكورة في اللي جاي خصوصا أننا عملنا موسم للتاريخ الحقيقة فرحنا فيه كلنا كجماهير أهلوية بعد ما تويجنا بكل البطولات المحلية والقرية حضراتكم لازم تبقى أخدين بالكم أن احنا الموسم اللي فات ده مخلصين الدولي واحنا أقوى خط هجوم سجلنا 63 هدف وأقوى خط دفاع ما دخلش في شباكنا غير 13 هدف فيه مسابقة كاملة فيه موسم كامل وطبعا مع تدعمات بقى الموسم الحالي بردى سليم وإمام عشوره ومجموعة الناشئين اللي طبعا سعادهم كولر في الفترة الأخيرة أكيد كلنا واثقين في أداء وفي شكل الفريق في الموسم القادم إن شاء الله وبطبيعة الحال أي مستجد حيعلن عنه من قبل النادي الأهلي وإحنا هنا بعشر الصبح في الأهلي الطبيعة ترحيل هنعرف حضرتكم كل تفاصيل إن شاء الله يبقى موسم قوي جدا يتناسب طبعا مع الاسكواد الجديد للفرقة والشكل الجديد للفرقة كمان ويمكن الشغل اللي احنا شايفينه يعني عايزين نقول إنه هو شغل من نار الحياة بالنسبة لمستر مارسل كولر نرجو الحياة إنه هو يكون موسم قوي نحاق فيه يعني يكون أو موسم استثنائي زي الموسم الماضي